اكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تنمية العلاقات الثنائية مع جمهورية قبرص صديقة ومواصلة العمل على تعزيزها بما يحقق التطلعات والأهداف المرجوة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في إطار حضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة فخامت الرئيس نيكوس أنستا دييس رئيس جمهورية قبرص حيث استعرض سموه مسار العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة وما وصل إليه التعاون المشترك بين البلدين من مستوى متقدم مؤكدا سموه على أهمية الاستمرار في تطوير أوجه الدعم والتنسيق العمل المشترك لخلق مزيد من الفرص والتعاون بما يعود بالنماء والخير على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية